بيتم تأجيلها أولومبيات توكيو هو البطولة الوحيدة المتبقية الفترة الجاية اللي غالباً هتؤجل لعام آخر زي بعض القرارات اللي تم اتخاذها من الاتحاد الأوروبي في البطولات الأوروبية الكل بيحاول يتابع الأحداث خلال الفترة الجاية وبيحاول يشوف الأفضل بالنسبة لي الرياضة خلال الفترة اللي جاية لكن كل بيتعامل مع الحدث يوم بيوم ساعة بساعة إن شاء الله بكرة بإذن الله أنا ما نكون معاك ويكون فيه نتائج ويكون فيه معلومات أفضل من اللي موجودة النهاردة وبعد وبعده إن شاء الله الفترة الجاية تكون أفضل من الفترات السابقة جياني إنفانتينو النهاردة رئيسي الاتحاد الدولي كان طلعاً أتكلم في العديد من التصريحات المتعلقة بتأثير انتشار الفيروس على كرة القدم وعلى الرياضة في العالم الفترة اللي جاية قال فيما معناه إنه هو بيشرح القرارات أو التوصيات اللي خدها مجلس الاتحاد الدولي الإسبوع الماضي بالنسبة لتوصيات المرحلة اللي جاية في حال بالتأكيد التأجيل المزمع بالنسبة للبطولات الأوروبية والبطولات العالمية الفترة اللي جاية قال ما عندناش مشكلة نخسر مئات الملايين لكن في نفس الوقت لازم نشتغل على إنقاذ كرة القدم من فيروس كورونا قال العالم كله والجميع هيخسر مئات الملايين الفترة اللي جاية بسبب على الأقل تأجيل كأس العالم للأندية اللي كان من المقاررة تطلع في صيف عام 2021 لكن طبعا ترحيل وتأجيل وإرجاء كل الأحداث الأوروبية وكل الأحداث الدولية خلال هذا العام لعام 2021 بالتالي هيتم بالتبعية تأجيل كأس العالم للأندية فقال التوقف ده أكيد هيأثر والتأجيل ده هيأثر على النشاط المحلي للدوريات والبطولات القرية خلال الفترة اللي جاية قال كمان إنفانتينو في تصرحاته لصحيفة لجازيتة تيني سبورت الإيطالية كأس العالم للأندية لم تكن حلم شخصي لي لكنها تقام بواسطة الفيفا من أجل تطوير كرة القدم في العالم كله على صعيد الأندية وعلى مستوى الأندية في العالم كله قالي لويفا لما دشنت دوري أبطال أوروبا منذ تلاتين عام كان هناك تمرض من بعض الاتحادات وبعض الدوريات وكان فيه تخوف من هذه البطولة الجديدة لم تم استحداثها منذ حوالي تلاتين سنة لكن بشكل عام نحاول ننسى كل ده ونشتغل على المرحلة الجاية إزاي نشتغل على فكرة تطوير المسابقات وتغيير مواعيد الأجندة الدولية والتقويم والتواريخ الفترة الجاية عشان تكون موجبة مع الأحداث اللي احنا بنمر بيها قال كمان الحلول الخاصة بالأجندة الدولية يجب أن نقص في الاعتبار مصالح الجميع وده مسؤولية الاتحاد الدولي فيفا خلال الفترة اللي جاية الحفاظ على صحة الإنسان ووضع صحة أي بني آدم في العالم في المقام الأول للمصلحة بالنسبة للفترة اللي جاية كمان كشف إنفانتينو رئيس الفيفا أن فيروس كورونا هيكون ليه تأثير كبير على اقتصاديات قرة القدم مشيرا إلى ضرورة دراسة وتقييم قيفية تأثير الاقتصاد العالمي بسبب انتشار الفيروس خلال الفترة اللي جاية قال كمان هنشوف الفترة اللي جاية بالنسبة للأجندة بالنسبة للتواريخ القيد بالنسبة لحماية عقود اللعيبة والتعامل مع الأندية في الفترة القادمة كمان الأمر المتعلق باب أولمبياد توكيو وأنا بتتكلم عن المستوى الرسمي وعلى المستوى الحكومي في اليابان خيار واقعي وليس هناك خيار آخر إذا تم طرح فكرة التاجير خلال الفترة اللي جاية نتيجة طبعا عدم الحسم في انهاء المسابقات لكل الألعاب الأولمبية المفروض كان من المفترض أنها تنتهي في 31 مايو القادم تشير وموتو الرئيس التنفيذي لأولمبياد توكيو قال أن خيار الغاء والألعاب تماما مستبعد خلال هذه اللحظات لكن خلال أسبوع أو اثنين أو ثلاثة محدش عارف ممكن التوجه هيكون إزاي لكن في النهاية هيكون في بعض التحذيرات خلال الفترة اللي جاية بالنسبة لهذا الأمر إذا تفاقمت الأوضاع في كل دول العالم بخصوص انتشار فيروس كورونا كندا كمان اتدعت الدول المشاركة في أولمبياد توكيو للانسحاب خلال الفترة اللي جاية النرويج قالت الكلام ده منذ حوالي ساعة في تغريدة لللجنة الأولمبية النرويجية بخصوص المشاركة في ألعاب أولمبياد توكيو نفس الأمر فيه الأندية البلجيكية الأندية البلجيكية بعض الأندية دفعت إلى فكرة تسريح اللاعبين خلال الفترة الحالية وخفض التكاليف خلال الفترة القادمة وده اللي كنت بتكلم فيه فيما يتعلق بمستقبل الكورة خلال الفترة اللي جاي اي حد بيفكر في مستقبله